موسيقى السلام عليكم وحمد الله وبركاته مرحبا بكم سلسية مطبخة منيطال ومرحبا بكم في فيديو جديد وما دي نقول وصله جديدة لانه الوصفة التي اشاركتها معكم في الوصفة سلو فهي الوصفة المعتمدة عندي فقط كل مرة يكونوا شوية تغيرات او للاضافات هاد المرة غادي يكونوا مقادر يعني قليلة فغادي ندر مقادر 10 كيلو اللي غادي نخليها لكم مكتوبة في صندوق الوصف وايضا في اخر الفيديو فاشتوفوا المقادر مضبوطة وغادي تشوفوا كيفاش حمرت كل شيء في الدار يعني حمرت القمحة ايضا اللوز مقريتوش يعني صحي 100% وقبل بغيت نقول لكم برقع واشلكم واللهما بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وان شاء الله ياربي تصرف علينا هذا الوباء ياربي امين فهذا غادي نخليكم مع الفيديو وفرجة ممتعة اذا احنا اخذت الحوار اللي غادي نقلي فيه القمح فبنسبة لهذا القمح فسبحان الله يعني كان عندي في الدار كان اخذتها راجلي مدة هادي مع غرصه ويحضر به الجرم دوبلي وصافي مني لقيسوه وقلت مزيان غادي نجرب نشوف كيفاش غاي يتسقلالي لانو ما بغيتش ندير الفورس بغيت نديروه بدقيق القمح فهناك كما تشوفوك ناخد كمية دي القمح طبعا الحوار درته على النار مهيلة وايضا درته الحديدة يعني الى عندكم الحديدة ديالتاجين دروها من التحت وهناك كما تشوفوك انه وضع مع اعشاب من السيمة عندي ازير عندي الزاتر هذو طريين يعني غرصهم قطعتهم ودرتهم وبالنسبة للسلمية فعندي مجففة كما تشوفوه من الأفضل يكونوا طريين باش هكذا يتحمروا مع القمح ويعطوهم الريحة جلهم مجهده اكتر طبعا نبقا نحركوا 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 كما تلك النار مهيلة حتى يتحمر كما تحصلوا بها فالطريقة هو انني كتديروا حداكم على النار حتى انا فقط صباح اول حاجة درته وانا كنوجد الفطور وانا كننحرك يعني كنبقا ندير حواج اخرين وانا نقابلها يعني في نفس الوقت غير وضروري يتبقى في الكوزينة باش تربطوا معاه البال حتى يتتحمر وكنحيدوا كتعرفوا تتحمر يعني كتشتو الحبة يعني كتتعضوها يعني كتحسو ديالعطة ديالها يعني كتحسو بها مقرم لها مقرمشة سافيك تعرفوا ان القمح ديالك تتحمر حاولوا انكم متتحمروش بزعب باش ميتتحرقش ليكم سافيو كنكون مفرشة شي من ديال وكنكوب في هاد القمح فهنا كان عندي نصف كيلو ديال القمح هو اللي حمرت بالنسبة للزنجلان فنفس الطريقة غادي نحمرته في الحوار غير هو هنا غسلته وهنا راه زنجلان عادي ماشي هاهه هاه هاه ها انا كان شريحه هكذا ومنقي وكل شيء لما غير جللته سافيه خليطه تسقطر ونحمره نفس الطريقة يعني كنلل كمية ديال الزنجلان وكنبدأ لنحركها حتى تتتتتتعمر هنا ما عندكم المحوار لديكم الكوكوت يعني الأشياء كلها اللي قد تتتتتتعمرها كننا نتتتتعه هاتا في الحوار هذا الوقت ايضا اخذت اللاطة الفرن و اخذت اللوث انا حمرته و حمرته في الفرن اخذت هكذا اللوث و نسحه طبعا نسحه ببورك المطبخ او بشي منديل ايكون و سوف ندخله الفرن على حرارة تقريب 150 درجة و انا كل مرات احركه حتى يتحمر حتى يتحمر حتى يتحرق حتى يتحرك من الداخل هنا ايضا نافع و احبت حلوان اخذتهم قطرهم و نحمرهم هنا سوف يضع انطحن كما ترى هنا القمح يتحمر و ايضا العشوب الذي حمرنا معه بالنسبة الازير و الزعترف يتلوم العودة سوف يتحمر حتى يتحنون هنا ضروري لديكم تحانة لديكم تحانة هنا في ترموميكس بالنسبة للطريقة فهي تديروا فيتس او لسرعة عشرة و عندكم لديكم هذا الابسيون في ترموميكس ممكن تدخلوا لها و تطبقوها بالنسبة للسيدات ايما كنتحنوا هكذا المطحنة اللي كانت تحنوا فيها او لا هنا ممكن تتحمروا القمح العاد يعني مطحون و من بعد تتغربوا سوف نتحن القمح و ايضا نفس الشيء بالنسبة للوز زنجلان و الحبة حلوة و النافة بالنسبة للوز فكنا نأخذ طولوتين كنا نتحنهم جيد والطولوت كنا نرمشون بالنسبة للزنجلان كنا نتحنهم جيد طولوتين كنا نتحنهم جيد يعني حتى يبنوا يطلقوا ذلك الزيت كنا نتحنهم جيد و يعني الزيت الأخر نجد كما هو او لا نهرمشوا لذلك عندكم اختيار سنو ندروا طولوت مطحون جيد و طولوت يبقى كما هو بشكل يجيكم لا تلصق في القرمشة للوز بالنسبة للنفع بالنسبة للنفع نتحنهم جيد و هنا ندرس معهم المسكة الحرة و هذا تحنتها معهم جيد هناك نغرب هذا القمح كان نغربه جيد بشي غربه مضيق بشي غربه مضيق بشي غربه مضيق بشي غربه ضروري أنكم تغربه و أنا نقص كمية يعني سنقص من الكمية إضافة سنضيف الضجا وأضافة و و أيضا نضيف إلن مطحون هنا نضيف الخمسات المعلقة السوجة أو 1 جوج معلقة الإلن و أيضا نضيف دقيقة الحمص ف بالنسبة لها دقيقة الحمص ركيت المحمر أنا كانت أخذت نفس الطريقة حمرته في الحوار و سنضيف 1 جوج مع 3 المعلق يبقى إضافات صحية لكي نجي صحي أكثر كما قلت لكم مسكة الحرارة التي تحنتها هنا مع نفع وحبت حلوة أيضا نفع وحبت حلوة مغرب التوم و نضيف منهم ملقة مقادير مضبوطة سنخليها لكم كما قلت لكم أيضا نضيف القرفة الذي يريد أن يضيف رششة و رششة الملح نضيف و هنا نضيف زنجلان كما قلت هذا هو الذي تحنته جيد وأنا نضيف نحاول أن نخلط لكي يدخل مع هذه المكونات لشفاء أو المكونات جافة نحاول نضيف بهذه الطريقة لكي تضيف القوائرات التي يكونوا لا يبقوا كمكركبين و تخلط المكونات جيد و نضيف أيضا اللوز هنا لا تريد القشرة لا تريد القشرة ف لا تريد القشرة أو لا تريد حمره في الفرن هنا تريد أن تقلي القشرة سيكون صحيحة لا تريد السلوء غامق لا تريد لا تريد القشرة سيكون غامق للسلوء لكن لا كل شيء نضيف سأخلط جيدا و سأخلط كما لكم لا تضيف و دائما سأخذ هذا السلوء سلوء لكي تدخل مع بعضها لكي تدخل هذا حبيبات السلوء سأخذ سأخذ هذا سأخذ حبيبات السلوء سأخذ هنا بعد أن سأخذ السلوء سأخذ لها مع المكونات و نضيف كمية السلوء المكونات تستطيع حسنت المكونات بحاجة مطاق استطيع التام السلوء السلوء نضيف لنضاية زبدة ثم نضيف كمية قليلة يجمع ونشكله في الامور ونجعله صفوف لكي يكون صحي مياه في المياه كلها صحي حتى من السكرة لا نستطيع فعله صحي كيف نكمل الحكام نحاول نضربه بحلعة قليلة لكي يجمع نحضره بالمرضي ونحن عليك أنه يرتاح نحن عليك أن تبعه ولكن نتعود لكي يخلقه رائعي ثم نتعود كم يرتاح ونحن عليك أن تبعه لكي يتحرقه ونحن عليك أن تبعه لا تعود تبعه ونحن أتدر لكي قدمت كيف نتمكنت صفوف ديالي أو لسل قدمتوا بطريقة جميلة نجد تكتشفوها و كيف قدمتوا و كيف ازيينتوا و الى فيديو اخر ان شاء الله هدمتم في رعاة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة